أشهد مواطنون بالخطوات الإصلاحية الحكومية والتي أثمرت عن تعافي الدنار أمام الدولار مطالبين بمزيد من الإجراءات لتثبيت سعر الصرف الرسمي ومكافحة فساد الأحزاب ومافيات العملة التي تعيق استقرار العملة الوطنية تفاصيل أوفا في تقرير كرار جبار تذبذب المستمرون في سعر الدولار أمام الدنار العراقي بعد تسجيل ارتفاع قيمته وتراجع سعر الصرف مقابل العملات المحلية في خطوة يترقبها الشارع العراقي لإعادة استقرار السوق من جديد يتعافى الدنار العراقي مقابل الدولار وهذا الشيء مفرح أن العملة الوطنية تكون قيمتها أكثر البنك المركزي فرض عقوبات صارمة وإجراءات صارمة حد من غسيل العملة من تهريب الأموال وبهذا الشيء في الدنار العراقي اليوم بدأ يتعافى وهذا الشيء مفرح أن العملة الوطنية تكون مقابل الدولار إلى قيمة سياسة نقدية جديدة تعمل على نجاحها الحكومة تحتاج إلى خطة عمل للسيطرة على سعر الصرف وإعادته من جديد إلى سعره السابق وإنهاء حالة صعوده المستمر على رئيس الحكومة يعني أنه مسؤول أمام الشعب وأمام واطن العراقي بإيجاد الحلول ناجعة من أجل إعادة سعر الصرف الدولار إلى سابق عهده الدولة بحاجة إلى تخفيز سعر الدولار خاصة هو الدولار كان أصلا استقار لفترة طويلة على 120 بعدين الدولة صعدتها فوق 30-130 لكنه بمرر الأيام نتيجة الأحداث التي صارت في العراق أحداث كثيرة والقلق من السوق رفع سعر الدولار والحاجة للسوق إلى الدولار زائد نشاط الأحزاب زائد تسريب الدولار إلى الدول المجاورة للحصول على المنافع من الدولار ممكن أنه يبعث على القلق خطوات حكومية للحد من ارتفاع الدولار بعد لقاءات مع الخزانة الأمريكية في واشنطن للسيطرة على الاقتصاد المالي المرتبط بعمليات بيع وشراء الدولار في البلاد لقناة دجل الفضائية كراجبار بغداد